قبل أن نتقلم عن موكس إبن عربي إبن إبن تيمير أني فنائي النعر والجنة طبعا هناك ثلاثة مظائب أو أربع لذين أو ثلاثة مظائب ماذا بالأول يقول ببقى جنة ونار بيانهما أبضيين أبض أبضي يعني لذين يقول بيانهما الجنة لا ينتهي والنار لا ينتهي و هذا به كار جنة من الصحiques والخلاف والثاني هو من يقول بيانهما التأخليين والأطبيوين يعني بيانهجحنما والنار ينتفن ولكن لا تنتفن وهذا ك Journ trouve كول يقول الجحمية و من الجبرييا الحالصي ومعك في فالد هم يفرق بأن الجنة يبكى والنار يفنى هذه أيضاً قال به جماعة من الصلاة والخلاة هذه هي المزاعد الموجودة في أمر الجنة والنار كل قول يخلف الآخر وكل واحد لو أدلته ذهب النهور إلى باقاء الجنة والنار ودوامهما إلى ما لا نهاية يقول إن تابل في ذلك على ما ورغت القرآن الكريم والسلام التحرم من الآيات والأحديث التي تظنوا دلالة واضحة على باقائهما باقاء السرمدية طبعاً هؤلاء الذين يقولون بأن الجنة تبكى والنار إلى تبكى أبداً أبداً له الدليل من القرآن والأحديث أما أبداً في جنة وأوانا لا تثنى لا تثنى وهذا مما يؤلم بالضرورة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأكبر به الصحابة ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أيها المسلمين يعتقدون بذلك مؤتمرين فيه على الناس من الكتاب والسنة أما النصوص الكتاب الدالة على هذه الأبدية منه والذين آمنوا واملوا الصالحات سندخلهم جنة تجري من تحت أنها خاردين في أبداً وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَمَنْ أَصْلَقُ مَلَا كِيْنَا صَفْنِهِ سَعَى طبعاً لو ننظر في هذه الأية هذه الأية الكريمة سوريها في أن خلود أعلى جنة في جنة مؤبداً إلى ما لا نحاية نعم نعم طبعاً هناك عادث والآيات كافيرة ثم أؤمنوا قول الله تعالى إن هذا لاردكنا ما له من فعاد سورة سورة وقول الله تعالى أقول هذا دائم سورة عراض وقالوا صفى الله تعالى في هاتين آياتين نائم الجنة التي يفضيها الله سبحانه وتعالى على عباده في جنة بأنها لا تنطل ولا تسو بل تبقى دائماً وأبناً وهذا يبتدد عايداً دوام الجنة وبقائها إذا كان الآزاق الذي موجوده في جنة والطعام الذي يقدم للآل جنة أبناه دائماً بأن هذا الدليل الدليل من وجه آخر بأن الجنة لا تفهم وقلناك للآية أخرى منه أيضاً لا يمسوهم فيها نسب وهم فيها وهم منها وما هم منها بالمخرجين طبعاً الآزاق إذا كان الآزاق الجنة لا يسرجون منها فهمنا ذلك أنهم فيها في الجنة بقاء والبقاء الجنة يعني بقاء معبّد وحاذا الدليل الذي استدال به الجمهور كثيراً جداً وهذا الدليل وعدها إذا فتحت أي القرآن لا تستطيع التمر بصفة صفة إلى أنت جداً لهذه الآيات التي تدون على بقاء الجنة وبقاء الناع إذا نظرنا إلى عادلاتها الآزاق والسنة وأعيداً كثيراً وان عبد الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أهل جنة جنة ويقول أهل نار نار ثم يكون مؤذن بينهم يقول يا أهل جنة لا موتى ويا أهل نار لا موتى كل خادر فيما هو فيه نعم وحديث الآخر يقول أن سيد خدري أنه وبهريرا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي أن لكم أن تسيكوا فلا تسكبوا أبداً وأن لكم أنت نعموا فلا تسكبوا أبداً هذا الحديث الآخر يصرحان بأن أهل جنة إذا دخلوها فهم فيها يخاربوا هذا الأحديث بعض الأحديث الذي تدل على بكاء جنة أبداً أما أدلته من القرآن أيضاً على بكاء النار أيضاً هذا كثير جداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُلُوا اللَّهُ لِيَكْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِعَدِهِمْ طَرِيكًا شكراً إِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَّا لَهُمْ صَيِّرًا خَالِدِينَ فِيهَ أَبداً ثم وَقَوْلُ تَعْلَى وَبَعْهُمْ بِهِ خَالِجِينَ النَّهَامِ وَقُلَّمَا عَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَ وَإِلُوا فِيهَا ثم قَوْلُ تَعْلَى إِنَّ أَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَعْرُوا جَحَنَّمَا لَيْقُدَىٰ أَنْهُمْ فَيَمُوتُوا وَلَيُخَفَفَ عَنْهُمْ مِنْ أَذَابِهَا كَالْثَالِقَ نَجِلُ قُلَ كَفَرُ كل هذه الآيال الآن تظهر دلالة واحد بأن الأحر الجنة بأن الأحر الآن مؤبدنا يعني جمهور المسلمين يستطيعون بآيات والحديث النبوية التي تظهر على بقاء الجنة دائما الطبعاً عندهم أيضاً لإجباء دليل الآدلات الإجماعة والدليل الآدلات التأكد وَعَمَّا إِجِماَ فَقَلْنَكَ عن قُلْتُ بِيْكَوْلَهُ وَأَتَعِقَ فَقَالَ فَمَنْ زَمَعَاً نَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنهَا وَعَنَاهَ تَفْنَا وَتَبُكَ خَيَارِيَا خيالية أنها تقنى وتظهر فهو خارج ومترى ما جاء به واجمع عليه أهل السنة نفس الشيء يقول أبو منصور أبو منصور أبو قادم بنتوحن تميم البغضاري يقول أجمع أهل السنة أجمع أهل السنة وقال من الصلاف أخيار أيما على دوام باكاي جانا والنار والدوام النائم أحليهما والدوام أذار الكافر في النار هذا أدلاته إذا جينا الآن ماذا بثان الذين يقولون بفناء الجنة وفناء النار الذي يذهب أجمع الصفوان بأن الجنة والنار لابود أن تفنية وتبداء خلافة لكون الجمهور ببقائهما إلى ما لا نهاية والذي حمل الجهد على هذا القول اعتقاد بإمتناء وجود ما لا يتناحى من الحوالث فراء أن ما يمتن من الحوالث لا أولى لها في المال يمتن أيدا في المستقبل ودواما في ما لا نهاية لا ممتن على الله سبحانه وتعالى في المستقبل والمرأة من الحوالث بأنه له أعلان له نهاية ما دمك يبدأ وله نهاية هذا ما استدال به الجحم والسفران الذين يتكونون بفناء الجنة والنار نهاية نهاية هو يفرق بين جنة ونار يقول ببقى جنة وفنة نار بقى جنة وفنة نار طبعا الدليل الذي يكون يدر بيانا جنة باقي هذا موجود نانتكلم نانهو الان ليس الان كلام عليه لأن هناك الحياة و هناك حديث التي تدل على بقى جنة أبدا ولكن الخلاف في ماذا هنا الان هو الخلاف في فنة نار نعم الذي يقولون هنا الان بيانا جنة تفلي بيانا نار تفلي بيانا نار تفلي هو الذي يمشي عليهم ابن قيم الجوزي تلميز ابن تيميا و هنا التي تكون المشكلة لأنه يمشي بأن الجنة تبقى ونار تفلي وهو يكرر هذا في كتابه في هذه الأرواح و يأتي بأدلة كثيرة إمدال يعرف هذا لأنه يكرر هذه الأرواح يستدر بأدلة كثيرة التي تدل على فنة نار هنا الان الناس الذين التبقى إليه الأمر هم قالوا بأن إبن قيم لا يستطيع أن يكون هذا من نفسه بل هو يتمل على أساده على أساده مداما هو يقول هذا لا يكون هذا يقول هذا من أساده من إبن تيميا ولكن هناك رسالة التي تتكلم التي يكون لإبن تيميا التي يكون هناك رد على ما يقول بفناء نار أو بفناء جنة أو بقائمة هذه رسالة الآن هذا موجود تبقى ولكن هناك إختلاف في الناس بعض الناس يقولون هذه رسالة ليست لإبن تيميا ولكن أسترد إليه أسترد إليه أسترد إليه لأولى هذه رسالة ليست لإبن تيميا خارشة وإبن تيميا أيضا في هذا الكتاب الذي جعل موقفه ملترس جدا في هذا الكتاب هو أرد على أولئك الذين يقولون بفناء نار بدون أن يؤلق على أن يبيع رأيك هنا سوالة مكانه في توم الناس حكموا لي لأن بيانا إبن تيميا يوشي بفناء بفناء نار بيانا تلميز أو أيضا أعيانه هذا ولكن مولان سيقر روي ويقول ما نسبة إلى إبن تيميا بيانا يقول هذا ليس صحيح لأنه هو التطبع الكتب الإبن تيميا المطبوع جميعا هو لم يجدون لكا كول ولا إشارة من إبن تيميا الذي يقول فيه بأن النار يتطفل ليس لو قراء يعني موقف الإبن تيميا هو موقف الأهل السلو والجماء أو موقف يومهور المسلمين بيانا نتنا تبقى بقى أبدا سرمديا بيانا نارا تبقى بقى سرمديا وما ما نسبة هذا كلام ليس صحيحا وحاو فقط التلميز إبن تيميا وليس تبنى الفناء نار وليس لأساله أساله وفينا توفي نا يا أولا أساله الحال الباحث في الألان في السلام وشكرا السلام وشكرا السلام وريبا شكرا